تم افتتاح رسميا معرض القاهرة الدولي للكتاب في أرض المعارض بمدينة نصر في دورته رقم 49 وزير الثقافة المصرية بصحبة وزير الثقافة الجزائري هتقولولي ليه الجزائري هقولولو عشان الجزائر هي ضيف شرف المهرجان أو ضيف شرف المعرض هذا العام قاموا بالافتتاح الرسمي للمعرض مبارح الجمعة ثم العشرة صباح اليوم السبت تم افتتاح أبواب المعرض رسميا للجماهير وقدام حضراتكم جحافل الحمد لله من الشعب المصري يتوافدوا على معرض القاهرة الدولي للكتاب خصوصا النهاردة انتم عارفين السبت يوم أجازة والحقيقة ان توافد الناس على معرض الكتاب ليس له الا اشارة واحدة ان هذا الشعب ما زال فيه الامل ان هذا الشعب ما زال بعضه يقرأ ما زال هذا الشعب فيه شوية انجذاب شوية انجذاب نحو الثقافة نتمنى ان تزيل لانه شعب مش مثقف تساوي أمة انتوا تستطيعوا بانتوا تكملوا اللقطة الفاضية